الخلاصة يا سادة يا كرام تاني الجماعة بتوع الإخوان بتوع بلاد برا إياهم دول وحتى بتوع جوة يعني اللي قاعدين ايه متصبرين في الملحات كده المتكرتنين المكرتن عليهم دول قاعد يقولك كم تشكيك في مسألة الحوار الوطني وانفتحه على المعارضة غير طبيعي السؤال هو بيق داود معارضة ولا مش معارضة 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 قوي كمان يا رجل دا انت بتقود وتتفرجوا على فيديوهات ضياء على السوشال ميديا بطلاقة لسانه وحدة كلامه مثلا يعني وبالمناسبة هو في مجلس الأمنة أحمد شرقاوي يعني وده الشئ يعني قاعد في نفس البنش في أقصى اليسار لزء في ضياء دا على سبيل مثال وهو أيضا معارضة معارضة دا في مجلس الأمنة فعلا طيب وحسام مؤنس معارضة خالد داود معارضة أحمد فوزي صديقي وحبيبي الرفيق أحمد فوزي معارضة معارضة الكل تم ترشيحه على منصب المقرر ومنصب المقرر المساعد والمتحدث والمحاور والمشارك إلى آخره تاني الحوار الوطني معمول من الآخر يعني الإخوان عاوزين يوصلوك أنه وردة في عروة الجاكتة لا يعني خالد داود وحسام مؤنس على رأيي أستاذ عماد يدوب لسه خارجين وترشحه ودخل ويعني ومعانا بالمناسبة أنا أتذكر خالد داود كان موجود معانا في الإفطار بتاع الأسرة المصرية الأسبوع الأخير من شهر رمضان في الترابيزة الأولانية خالص الأقرب إلى ترابيزة فخامة الرئيس تفهمت حاجة ولا لسه طيب تاني الحوار الوطني ما هوش وردة في عروة الجاكتة الحوار الوطني معمول علشان يبقى بجد حوار وطني حوار وطني حقيقي تتحاور فيه المعارضة بكافة أشكالها وألوانها وتتحاور مع الموالئ بكافة أشكالها وألوانها ما فيش أي حد مستثنى من الحوار الوطني قاطبة إلا الإخوان المسلمين وأمثالهم تاني إيه عارف المستثنى بإلا هم دول ولما حد يجي يقول لك وليه الإخوان المستثنين قلوا أهلا وسهلا يعني احب تعايز الإخوان يجوا ينورونا وهم قتلين الناس ومسيحين دمهم إزاي يعني وهو بالمنطق كده إزاي هديجي تقول لي مش كل الإخوان زي أصلا عارف النص الصنف ده في منهم من يمارسون السياسة بجد وهو في التنظيم ليه لما هو حلو قوي كده في التنظيم ليه كان بيعمل إيه في التنظيم مسك مروحة ريشه بيهوي يعني هو في تنظيم إرهابي مسلح مارس القتل وسفك الدماء وتقول لي بس أصل ده بالذات كان كويس إزاي يعني شايف وسامع وعارف وموافق تجي تقول لي بس أصله هو تحديدا ما بلاش بقى الكلام الفارغ بتاعه هو تحديدا دي كل من انضوى تحت لواء تنظيم الإخوة المسلمين زف توطين وأطرام طغم بائسة من القتلة كلهم بلا استثناء واحد يذكر شوف تاني بلا استثناء واحد يذكر إيه معارضة والسياسة على عين وعالرأس أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالعكس حوار وطني بلا معارضة مش هيبقى الحوار الوطني إطلاقا حوار وطني بلا معارضة مش حوار وطني حوار وطني من وجهة نظري من غير يسار وأقصى اليسار مش حوار وطني بالأسماء اللي حضراتكوا سمعتوها من أعضاء مجلس الأمنة ده كده حوار وطني حقيقي حوار وطني محترم حوار وطني سليم حوار وطني بناء